بعد هطول الأمطار بكميات كبيرة المزارعون والفلاحون في واسط استبشروا خيرا بانتعاش أراضيهم الزراعية سيما إرواء محصولي الحنطة والشعيرة الذين يعدان من أكثر المحاصيل شهرة وكمية في المحافظة الحمد لله على هذا الغيث اللي أدل بدلوه الله سبحانه وتعالى إلى الأرض وأصبحت الأرض خضراء والمزارعين والفلاحين استبشروا خير من الله سبحانه وتعالى الربيع ما شاء الله الأرض البور صار بها زراع والأرض الزراعية ما شاء الله خير من الله هذه رياة وحدة بس من نهر دجلة والباقي على الأمطار وزارة الموارد المائية عملت على تنظيم توزيع هذه الوفرة المائية التي رفعت من مناسب مياه نهر دجلة والأنهار والجداول الفرعية الأخرى وبعثت الطمانين في نفوس جميع المزارعين الذين عانوا من جفاف الأرض لبضع سنوات حقيقة هذه الأمطار تم الاستفادة منها بشكل كبير دعمت الرأي الثاني للمرسم الزراعي الشتوي إضافة إلى الاستفادة من هذه الأمطار في توجيهها باتجاه المناطق اللي عانت من شحة مائية واسط تمتلك الآلاف من الهكتارات والدوانم الزراعية لكن الكثير منها فقدت قيمتها الزراعية خلال السنوات القليلة الماضية وسقوط هذه الأمطار أعاد الروح إليها من جديد سقوط الأمطار بكميات كبيرة خلال هذه الأيام أعاد الروح لهذه الأراضي وبعث الأمل في نفوس المزارعين والفلاحين ما جعلهم أن يزيدوا من خطتهم وغلتهم الزراعية لهذا العام عباس العساوي العراقية الإخبارية واصف